عارفين الشعار السندي اللي بترفعه المتحدة شهر الفرحة وانا بحس الحقيقة كمان في الدراما السندي وجود شباب كتير وجود حتى أطفال وجود أسر وعائلات وكأن مناقشة المسائل العائلية بقت كتيرة جدا في الأعمال عاملة نوع من أنواع البهجة بالذات الشباب الشقاوة اللطافة الأزازة بتاعتهم عاملة كده بهجة لطيفة طيب تعالوا بقى زي ما احنا كمان عودناكم في حلقات التاسعة في شهر رمضان إن احنا نقدم تحليل للمحافظات الأعلى مشاهد وبحث ليه بنقدم ده علشان برضو المسلسلات مش بس إحنا المجموعة لفي القاهرة واسكندرية المحافظات لكن نشوف كل المؤمن بيشوف إيه مين مثلا الموضوعات دي قريبة منه وأعتقد إنه البحث ده أتمنى إنه السادة العاملين في الدراما لو اهتموا بيه كمان على مؤشرات البحث يمكن تكون يعني زي دليل ليهم في السنوات المقبلة اللي هو تعرفوا الناس بتشوف إيه وبتحبوا إيه النهاردة اخترنا معاكم احنا كل أسبوع بنختار مسلسل أو مسلسلين لكن النهاردة اخترنا معاكم إمبراطورية ميم وطبعا إمبراطورية ميم لأنه مسلسل اجتماعي مليان شباب قصة لأديب كبير إحسان عبدالقدوس والنجم الكبير طبعا خالد النبوي المحافظات الأعلى بحث عن المسلسل وفقا لجوجل طبعا زي ما انتم شايفين معايا على الشاشة تخيالوا الوادي الجديد رقم واحد تليها الأسكندرية ثم بورسعيد ثم القاهرة ثم الإسماعيلية والله أنا سعيدة جدا أنه الوادي الجديد تطلع مؤشرات البحث بالنسبة لإمبراطورية ميم هي الأعلى وده معناها أنه يعني في الوادي الجديد رايحين ناحية العيلة فكرة العيلة والشباب وده شيء جميل جدا يعني بالنسبة له حاجة كمان يعني دايما بتخلينا دايما سعداء لما مؤشرات البحث تلاقي أنك بتقدم الدراما لأعمال مختلفة أنت مش عارف جمهورك إيه لأن المسلسل مفروض أنه جمهوره عريض لكن بتبدأ تشوف طب الجمهور العريض ده مين أكتر مين شاف أكتر مين عجبه أكتر مين حس أنه الأعمال دي وصلت له أكتر وهكذا